السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد شاومي 13 برو سنتعرف على المحتويات للعلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به ونظرة على هذا اللون الأسود المميز قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى العجيب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول لمن فته فيديو المواصفة الكاميرا للشاومي 13 برو تجد الفيديو على قناتنا أما في هذا الفيديو فنظر على اللون الأسود مع محتوية العلبة وسعر الذي ينزل به الهتف ومع فتح العلبة أول ما نجده هو هذا صندوق الأسود الصغير الذي يحتوي على الإيجيكشن بين لفتح مدخل السيم كارد نجد فيه أيضا مجموعة الكتب المانولز الخاصة بالجهاز وكوفر بلاستيك شفيف لحماية الهتف بعدها نجد الشاومي 13 برو هذا هو الجهاز اللون هنا ممتاز جدا مع ظهر لامع باللون الأسود وحواف أيضا لمعاء اللون فعلا مميز للغاية ومسكة الجهاز بريميوم يعد هذا أفضل اختيار للأشخاص التي تعشق اللون الأسود خاصة في الهواتف بالنسبة أصدقائي إلى بقية محتوية العلبة نجد هنا الشاحن أصاروخي هذا الشاحن يأتينا بسرعة 120 وات شاحن سريح جدا تجربة الشاحن هنا مع الشاومي 13 برو من 0 إلى 100% ستأخذ معنا تقريبا 19 دقيقة أما كابل الشاحن في بدون شكيئتنا من نوع USB Type-C هذه هي كل محتوية علبة الشاومي 13 برو السعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز هو 720 دولار سعر ممتاز جدا مقارنة بالقيمة والإمكانية التي ينزل بها هذا الهتف شاهد فيديو المواصفات الكاملة على قناتنا لتحكم بنفسك إلى هنا وصلنا إلى ختم هذا الفيديو أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم في الختم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا